اهلا بحضراتكم من جديد بجملة بقى المشاكل يعني مع كل الازمات المثارة هناك هوامش على دفتر الازمة لانه فجأة والناس بتراجع ورقها تكتشف ان احنا عندنا ام المشاكل ومحدش واخد باله منه ام الاخطار والمخاطر ومحدش منتبه لها المراهنات تقول الدور المصر فيه مراهنات اقول لك اه اه احنا بنكتشف مصيبة ومحدش واخد باله وبنكتشف انه فيه تأثير على النتائج او فيه شبهات كبيرة حوالين النتائج ومحدش واخد باله مكاتب مراهنات خارجية حطى الدور المصري واللوجو بتاع الاتحاد المصري لكرة القدم واللوجو بتاع الاندية المتنافسة ومحدش بيعترض ومحدش بينتبه ومحدش الان من اتحاد الكرة اللي السنة اللي فاتت في دور الدرجة التانية او التالتة اكتشف واقعة حصلت عليها اعترافات في الفيوب واوقفوا ناس وحققوا مع ناس وناس راحت اسم الشرطة عشان تشتك من حاجات زي كده لكن بعد كده لا حس ولا خبر الى ان جاءت مباراة بيرامدز والمقاولين الزميل هاني حتحود سأل الدكتور متحة العد عن رأيه في اللي حاصل ده بالزبط ويئي روايح المراهنات اللي موجودة في الدور المصري وازاي ممكن نتحرك نشوفه كان في مباراة بيرامدز مع المقاولون العرب المباراة انتهت بفوز بيرامدز 3 واحد بعدما تقدم المقاولون العرب بهدف الشرط الاول من المباراة لنفاجأ بصفحة خاصة بالمراهنات ده بقى واحد كان نشر الحساب ده نشر عن مباراة بيرامدز قبل المباراة ضد المقاولون العرب مش متعدل بالمناسبة عشان فيه ناس بقعب تعدل البوست بعد المباراة لا ده بوست الحقيقة وكتب الكريكت سكور النتيجة اللي هتبقى صح 3 واحد وحاكي بقى بيقول ان مش متأخر انك تبقى مليونير It's not too late دي الطريقة والمعلومات المناسبة اللي تغير حياتك وحاطين بيرامدز والمقاولين تمام دخلنا على التعليقات لقينا المشهد التالي واحد بيقول انه اول ما تكسب مش بعندك اي شك استنى بس الديها 90 فبيقول ان معظم الناس شايفين ان الماتش هيخلص 2 صفر اه ما عنديش اي فكرة المصدر جاي منين واحد راح دخل كتب 3 واحد دخل حال اتمنى لسه بص اللي جاية دي يا دكتور صورة اللي بعدها بيقول مش اكيد لان الفريق متقدم 1 صفر بنهاية الشط الاول اللي هو المقاولين اه فمعنى كده ان كلاما غربت وبيقول له انا خسرت كده 100 دولار بتوع اه قال له استنى فلاف طيب استنى بعده حيخش 3 جول شفت الاجابة دي تخوف طبعا طبعا لان احنا اسمعنا كمان من جير ما نقول اسماء عن حاجة حصلت قبل كده وان فيه لعيبة بتخش المرهنات اه دي كارسة دي كارسة ودي هترجعنا لما حدث في ايطاليا نابولي ومرادونا اه لما حصلت مرهنات لو انت فاكر كتب مافيا بتعمل مرهنات وكتب مرادونا مرادونا ادمن اصلا ايو دي ادمان وحرام لا وخلو ادمن كمان طبعا حرام ده موضوع بس فكرة ان انت تتلاعب في نتائج المباريات فين بقى هنا بقى نرجع فين الفيرجيم اه هو ده دي كارسة انا معرفش ده بحصل فين مصدقيته ايه وهل للأسف لو بس على اتخاذ الكرة كمان ما بلاقيش اجابات صادقة او مستاءة او قلقة يا سيد امرأيب الكلام ده يعني كم مره قلنا وكم مره قلنا ان الهدف من اللعب المالي السليم او الشفافية المالية وان الاتحاد الدولي فارض هذا كمعيار من معايير منح الرخص المشاركة في البطولات الاقليمية والقرية اه والدولية علشان يحارب حاجتين غسيل الاموال واصبعت كرة القدم بالارقام المرعبة دي اه يعني مجال خصب لها وكمان نتيجة غسيل الاموال ما حاجش بيدفع مئات الملايين في لعيب كرة مهما كانت مهما كانت الامور يعني فجأة فجأة من 10-15 سنة لقينا الدنيا بات ماشى في السكة دي طبعا كان لازم ينالنا الرزاز احنا هنا بندفع بالنسبة لقدراتنا الاقتصادية احنا بندفع اكتر من اوروبا ف عملية غسيل الاموال ثم المراهنات هو في ايه تاني يقضي على نبل الرياضة والهدف انك انت بتلعب الرياضة ليه طبعا وإحنا حتى مش عارفين نفرض المعيارين دول يعني انت لما تيجي اه اه زميل هاني والدكتور ميطحة العادل بيناقش في الموضوع يعني عملية مرعبة بيقولوا ده واحد صفر الشوت الاولين قالوا ما يستنى الشوت التاني ده كذا 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 الحكاية دي يا جماعة تفجرت قبل وقت كافي من مباراة البرامج زهول مقاولين الاسبوع اللي فات وفجأة احد الصفحات برضو الضالعة في العملية ديت بتعلن ان النتيجة تلاتة واحد قبلها بوقت كافي ياريت تشوفوها دلوقت واعلنت ان النتيجة تلاتة واحد اهو بداية المطش قبلها ثم هتشوفو النتيجة تلاتة واحد قبل بداية المباراة ده خلى الناس تنزعج جدا لانه حتى علق حد جمال رزق علق قالك بيرامج والمقاولين هيخلص تلاتة واحد ودي عنوان الصفحة اللي منزلها ده لتسهيل المسألة للجمهور يعني مراهنات وخطورتها على الكرة خطورتها على الكرة بقى كل النجوم اسماعيل يوسف وغيره مطشات بيرامج نتيجتها بتتسرب قبل المطش ب 12 ساعة وطارق شاكر البوست ده منزله الساعة 4 وتلت قبل بداية مباراة بيرامج والبلدية بساعات والمباراة انتهت اتنصف واقسم بالله المباراة نتيجتها معروفة قبل ما تبدأ لاغراض تخص موقع المراهنات